الأصول الأربعمائة الله والمؤمن يتخاصران يضع كل منهما يده على خسر الآخر أولاً نبقى مع الأصول الأربعمائة المزعوة مع أصل زيد النرسي لكشف التجسيم الأسوأ والأفحش والأقبح حيث يخاصر الله العبد ويخاصر العبد الله سبحانه وتعالى فيضع كل منهما يده على خسر الآخر ويناجي أحدهما الآخر ثانياً من هنا اهتم وكشف السيد المرتضى التجسيم الشيعي الأسطوري القبوري الخرافي التوحيد الجسمي الأسطوري القبوري وقد صرح بأن القميين كلهم جميعاً مجسمة مشبهة مجبرة ومنهم القمي صاحب كامل الزيارات والقمي صاحب تفسير القمي وقد استثنى المرتضى منهم القمي ابن بابوي الشيخ صدوق صاحب من لا يحضره الفقيه الذي اهتم وتصدى كثيراً للغلاة والمفوضة وبدعهم كشهادة التالثة في الأذان والإقامة ثالثاً تنبيه كثيراً ما يجتمع أكثر من سبب ودافع للدس والتدليس في الرؤيات كالغلو والتجسيم مع إباحة الفواحش عند المرجعة الذي يرجع إليه التخاصر تخاصر الله مع العبد وتخاصر الإمام مع صاحبه والتعري والتدليك المنسوب للأمة عليهم السلام للتغرير بالأغبياء والجهلة وإيقاعهم في الفاهشة والمنكر الأصول الأربعمائة الله على جمل ينزل إلى عرفة ثم يصعد ويهمل كربلة أولاً التجسيم الأسوأ والأفعش ثابت في الأصول الأربعمائة المزعومة المفقودة الضائعة كما في أصل زيد النرسي كتاب زيد النرسي ثانياً إذا كان الله سبحانه وتعالى عما يزعمون ينزل إلى الأرض في يوم عرفة ويكون مع حجاج بيت الله في عرفة ولا يلتفت إلى كربلاء وزوارها ولا إلى زوار الحسين عليه السلام في أي مكان فقد أهمل الله كربلاء وزوارها كما أهمل زوار الحسين عليه السلام في كل مكان ثالثاً وكل ذلك بحسب كلام وشهادة الإمام الصادق عليه السلام الثابت في رواية كتاب وأصل زيد النرسي أحد الأصول الأربعمائة رابعاً عليه يثبت يقيناً جزماً أكيداً بطلان الروايات التي تزعم أن الله يفضل زوار قبر الحسين عليه السلام على زوار بيت الله الواقفين في عرفة وأنه سبحانه ينظر إلى زوار قبر الحسين عليه السلام قبل الواقفين في عرفة كما يثبت أيضاً بطلان كل ما يزعمون من زيارات وضبوس في كربلاء ومن هنا يتأكد أيضاً بطلان كل الروايات التي تزعم توضيل كربلاء على باقي البقاع ماذهب الترقية؟ علي مع الحسين عليه السلام من الجنة إلى الحفرة الله تعالى نازل صاعد القومي ابن قولوي في كامل الزيارات عن البصري القصري قال دخلت المدينة فأتيت أبا عبد الله عليه السلام فقلت جعلت في ذاك أتيتك ولم أزر قبر أمير المؤمنين عليه السلام قال عليه السلام بئس ما صنعت لولا أنك من شيعتنا ما نظرت إليك ألا تزور من يزوره الله تعالى مع الملائكة ويزوره الأنبياء مع المؤمنين قلت جعلت في ذاك ما علمت ذلك قال عليه السلام اعلم إن أمير المؤمنين عليه السلام أفضل عند الله من الأئمة كلهم وله ثواب أعمالهم وعلى قدر أعمالهم فضلوا أساتذتنا السستاني والمراجع أجيب استفهامات التجسيم والخرافة بصدق وعلم وبصراحة ووضوح وبدون ترقيح وتدليس وتلبيس وادفعوا فتنة راث التجسيم والقبورية والخرافة وإلا فالوزر كله عليكم الله يهبط مع الملائكة والأنبياء لزيارة القبر هل أضاع الحسين في كامل الزيارات ابن قولويه القومي يروي عن صفان الجمال أنه قال لما أتى أبو عبد الله الصادق عليه السلام الحيرة قال عليه السلام لي هل لك في قبر الحسين عليه السلام قلت وتزوره جعلت في ذاك قال عليه السلام وكيف لا أزوره والله يزوره في كل ليلة جمعة يهبط مع الملائكة إليه والأنبياء والأوصياء ومحمد أفضل الأنبياء ونحن أفضل الأوصياء قلت جعلت في ذاك فتزوره في كل جمعة حتى تدرك زيارة الرب قال عليه السلام نعم يا صفوان إلزم ذلك يكتب لك زيارة قبر الحسين عليه السلام وذلك تفضيل وذلك تفضيل تجسيم أسطوري قبوري فاق كل تجسيم الله يخاصر المؤمن والمؤمن يخاصر الله فيضع أحدهما يده على خصر الآخر ويتناجي أن كم سينتظر العبد حتى يأتيه الدور للتخاصر مع الله أو سيخلق الله لنفسه نسخا طبق الأصل بعدد المؤمنين فيتخاصر كل إله مع عبد مؤمن يقيناً يبطل تفضيل كربلاء وكل زيارة وضقوس التجسيم الأسوأ والأفحش ثابت في الأصول الأربعمائة كأصل زيدن النرسي المرجع المهندس الصرخي الحسني ترجمة نانسي قنقر